السلام عليكم ازايكم يا بنات دي بقى كده نهاية اخيرا 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 اه طبعا اللي طالع الدخان ده 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 بخور انا بحب اشغل بخور يعني اه دي نهاية بقى الفيديو اللي انا كنت عمال اعمل فيه واجيب افكار واجيب حاجات عشان خاطر اعمل الريسيبشن بتاعي ويطلع بالشكل ده انا دلوقت كده النور مطفي ودي كده الحاجة شغالة اهو دي كده الانوار اللي انا حطيتها حطيت حاجات بسيطة عشان الموضوع ما يبقاش اوفر يعني مش حطى حاجات كتيرة وحطى اهو على النيش فرع من النور اهو بس كده هي دي الحاجات البسيطة اللي انا عاملها حطى بقى ايد النور اهو اهو النور جيد كده بقى يا بنات اه انا عملت السطارة حطيت عليها فرع من النور اللي بيد ويدفي ده وده استكفيت بيه بصوا ده كده المنظر حلو جدا وحطيت هنا ده ده مفرشين كنت انا جايبهم وبالمناسبة ده الفرش الجديد بتاع الشيلة اللي انا كنت ايلالكم عليه البنات اللي كانت متابعيني في الروتين اللي انا عملته تنظيفات رمضان كنت هغير القماش بتاع الشيلة غيرته وجبت المفرش اللي على الترابيزة ده والمفرشين اللي على الكراسي دول التلاتة دول كانوا مع بعض تمام حطيتهم كده بالشكل ده عشان كده مش حط على الجنب بتاعة الكنب اللي هي دي بس كده وجدنا هنا دي فكرة برضو ممكن يعني ايه تاخدوها وتعملوها حلوة جدا هي عبارة عن ايه استارة كده محطوطة على الشاشة وحطيت اللي هي طنطم ومكتوب عليها رمضان كريم وحطيت عليها فرع زينة الستارة شكلها حلوة جدا 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 وبتوحي بارواح رمضان روحانيات قصدي رمضان الجميلة جدا بص يا بنات شكلها عامل ازاي وهنا بقى ده كان عندي الفرش بتاعي الخيامية وكنت جايبها منه كمان اكياس المخدات فبدل ما حطوا على الشيلة وانا الصراحة كنت فرحانا بالشيلة جدا عشان جديدة يعني وكده فقلت لا انا احطها على ام فوق كده هتبقى شكلها حلوة وموحي برضو ايه لشكل رمضان وكان بالتاني نفس الكلام وهنا على كل مفرش حطيت مفرش تاني هنا طبعا دي الترابيزة اللي في الانتريه طبعا ما عليهاش حاجة غير الفانوس الكيوت ده وعلبة المناجل الرمضانية وبامانة انا ما بحطهمش اصلا ده بس عشان الدكور لكن غير كده برفحهم يا فنيش يا عالصفرة في حتة ما تجيش في ايد العيال يعني عشان بياخدوهم وبيدهولهم وكده فده وحطيت المفرش الرمضاني ده وحطيت عليه المفرش الحلو ده فمدي شكل حلوي يعني عشان اكسر اللون بتاعه بصوا ده كده الشكل النهائي للحتة دي وحطيت فرع زينة النحية التانية اهو تمام كده بس وهنا بقى على الصفرة طبعا حطيت المفرش الرمضاني وحطيت اللي هو الهلال والفانوس اللي مع بعض دول وعليهم فرع من النور شكله حلو جدا وكيوت وما انقطرش يعني في المكان وكده يعني وهنا حطيت فرع عند عند النجفة فوق حطيت فرع كده زينة رايح جاي شكله حلو برضو اهو اللي هو المسلسات ده وعلى الباب حطيت اللي هو النجمة والفانوس والهلال ده على باب الشقة شكلهم حلو جدا جدا جدا. وهنا بقى الانيش يعني ما محطيتش في حاجة حطيت بس هو فرع النور ده وشكله حلو وعلى الكردير بتاع المية حطيت اللي هو المفرش الرمضاني وبس ما حبيتش ان انا اكتر وافور بقى والكلام ده. بصوا كده شكله حلو جدا. وطبعا ما استغناش عنه في رمضان يعني. بصوا. ايه رأيكم? يلا تدوني رأيكم بقى في الكومنتات. وقولولي ايه رأيكم بقى في الحاجات البسيطة جدا جدا جدا. اللي بتدي اه روايح رمضان. وبالمناسبة انا ركبت الفنوس في البلكونة. هتجيكم برضو لقطة ليه. شكله حلو جدا وفرحة لينا وفرحة للجيران وكل واحد. اه بيشوف كده بيحس باجواء رمضان تكون انت مسلا لو سبب بسيط في فرحة حد بتبقى حاجة كويسة جدا جدا جدا. اه فانتوا بقى اللي ما عملش يلا خلاص ما فيش وقت خالص كلها كامي يوم بس. فما فيش وقت فانت يلا قومي ونشطي نفسك وعملي فرحة اولادك دي اه فرحة بتطل علينا كده كل سنة. وطبعا استحالة ما نعملش الحاجات دي. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. وبنلا عليكم ما تنسوا اللايك يا جدعانة والله العظم بنتعف في الفيديوهات وفي المونتاج وفي زن العيال ده الواحده. والواحد في الاخر ما بيلاقيش اه اه تقدير او مش تقدير مش بيلاقي تفاعل فبيزعل والله بس اه مكملين يعني اه انا ما بيقس و وحب الموضوع جدا بس حب اني كل اللي يشوف الفيديو حط لايك بس مش هتخسري اي حاجة بالعكس ما تعرفيش انت اللايك ده بيفرحني ايه بحس ان انت حب ان انا اكمل حب ان ان انا اكمل فيديوهاتي بس كده ومش جبراكي على حاجة لو عجبك الفيديو يعني انا مش بقولوا ان ابي حطي لايك او انت عجبك ما عجبكش حطي لأ انا بقول لو عجبك الفيديو حطي لايك بس بس كده حبايبي يلا نروح بقى آآ بسرعة اشوف آآ انا بص كده في البلكونة بس صغيرة على الفانوس اللي انا حطيته في البلكونة اللي هو الفرحة وخلاص كده الفيديو انتهى يلا كان معاكم نوجا من قناة تكات نوجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بواعدك صار رسال نعطي صبرا نحرد أجرا والله يرانا ويسمعنا نغتر زلا نوصل أهلا